اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة أن الواجب على جميع المسلمين أن يكون مذهبهم مذهب السلف لا الانتماء إلى حزب مؤين يسمى السلفيين الواجب أن تكون الأمة الإنسانية مذهبها مذهب السلف الصالح لا التحذب إلى من يسمى السلفيون انتبه للفرق هناك طريق سلف وهناك حزب يسمى السلفيون المطلوبة يشك اشتباع السلف لماذا؟ لأن الإخوة السلفيين هم أقرب للصواب لا شك لكن مشكلتهم كغيرة أن بعض هذه الفرق يضلل بعضا ويبدعه ويفسقه ونحن لا ننكر هذا إذا كانوا نستحقين لكننا ننكر معالجة هذه البدع بهذه الطريقة الواجب أن يجتمع بؤساء هذه الفرق ويقولون بيننا كتاب الله عز وجل وسنة الرسول فلنبتحكم إليهم لا إلى الأهواء والأراء ولا إلى فلان أو فلان كل يخص ويصيب مهما بلغ من العلم والعبادة ولكن العصمة في جين الإسلام فهذا الحديث أرشد النبي صلى الله عليه وسلم فيه إلى سلوك طريق جسلا فيه الإنسان لا ينتمي إلى أي فرقة إلا إلى طريق الصالح بل سنة النبي صلى الله عليه وسلم والفلفاء الراشدين المدين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر